بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ننتقل للدرس الرابع والعشرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالإنسانية فقد جاء لهداية الناس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور وأول من بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم هم أقرب الناس إليه ثم توسعت الدعوة حتى بلغت جميع الناس ولكن ووجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفض من أهل قريش فواجه الرسول صلى الله عليه وسلم التعذيب والرفض والإهانة منهم خاصة بعد وفاة عمه أبي طالب وهو الناصر والمعين له وزوجته خديجة رضي الله عنها فسعى النبي صلى الله عليه وسلم لإيجاد مكان آخر تنطلق منه الدعوة الإسلامية غير مكة المكرمة فكانت الطائف ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وذلك لقربها الجغرافي فقد كانت قريبة من مكة المكرمة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف التي كان يقتنها قبيل الثقيف وكان معه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الجليل زيد بن حارثة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الذهاب للطائف لعله يجد من ينصره ويقبل دعوته بعد أن رفضها أهل قريش فالتقى أولا بزعمائها ودعاهم إلى الإسلام لكنهم لم يستجيبوا له وسخروا منه وحرضوا عليه السفهاء منهم وطلبوا من أطفالهم أن يرموه بالحجارة حتى سالت الدماء من قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الطائف ولكن هنا يظهر موقف الصحابة الجليل زيد بن حارثة حيث أراد حماية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفديه بنفسه وشسده وروحه فأخذ يتلقى الأذى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بستان وكان هذا البستان لشخصان من سادات الطائف هما عتبة وشيبة ابن ربيعة فدخلا فيه وجلسا تحت ظل شجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحاب الجليل زيد بن حارثة إلى البستان فأراد أن يستريحى بعدما لقياه من الأذى والتعذيب الجسدي والنفسي من أهل الطائف فرآهما أصحاب البستان وأرسلوا إليهما عنقودا من العنب مع خادمهم عداس فقبل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله فلفت ذلك القول انتباه عداس فقال إن هذا الكلام لا يصدر عن أهل هذه القرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك فقال عداس أنا نصراني من مدينة نينوى فقال صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متة فقال له عداس ومن أين عرفت يونس بن متة فقال صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي فهوى عداس إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه وقبلهما ثم آمن به ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزين ومبتئب بعد ما رآه من أهل الطائف من الرفض له ولدعوته وما رآه من قبل من أهل قريش أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه فأرسل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فسلم عليه وقال له يا محمد هذا ملك الجبال لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لأن مدينة الطائف كانت تقع بين جبلين لكن هنا ظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف وخوفه وخشيته من أن يقع بهم العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى ولم يقبل أن ينزل الله بهم العقوبة فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا نلاحظ من قصة الطائف بعض العبر والعظات التي لا بد لنا أن نذكرها هنا فيظهر أولا إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله تعالى فبعض أن رفض أهل قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يجد مكان آخر تنطلق منه الدعوة وهي الطائف ثانيا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفحه عن المسيئين فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل بأن يطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين عقوبة لهم بل دعا لهم الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يخفف عنهم ثالثا الالتجاء إلى الله تعالى عند الشدائد فالرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ما وقع به ما وقع لكنه لم يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى أختبر معلوماتي صفحة 84 السؤال الأول أبين سبب توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد وفاة عمه أبو طالب وزوجته خديجة اشتد أذى قريش له ولأصحابه فأخذ يبحث عن من يسمع دعوته وينصر دينه السؤال الثاني أرتب بالأرقام واحد اثنين ثلاث أربعة الأحداث الآتية بحسب حدوثها واحد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها اثنين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثلاث إسلام عداس رضي الله عنه أربعة تأييد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بجبريل وملك الجبال عليهما السلام السؤال الثالث أذكر العبارة التي لفتت نظر عداس رضي الله عنه لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله السؤال الرابع على ما تدل المواقف الآتية ألف عدم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهلك ملك الجبال أهل مكة على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم باع تلقى زيد رضي الله عنه الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيفدونه بأشزادهم وأرواحهم